اجرى محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجستيت يوم الخميس 4 يوليوز 2024 بمقر الوزارة اجتماعات عمل مع وزراء النقل لثلاث دول اسيوية وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل وتثمين العلاقات التي تجمع المغرب بهذه البلدان في اسيا والشرق الاوسط وخلال الجلسة الاولى التقى عبدالجليل بالوفد الكوري الجنوبي الذي ترأسه ساندهو بارك وزير الاراضي والبنية التحتية والنقل الكوري حيث ناقش الطرفان سبلات عزيز التعاون بين المغرب وكوريا الجنوبية في مجال النقل بشكل عام والربط السككي بشكل خاص وأعرب محمد عبدالجليل عن رغبته في توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى من قطاع النقل مثل الطيران المدني والسلامة الطرقية والنقل البحري وبناء السفن بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تبحث مع ناظري مع علي الوزير النقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية كان اجتماع جد ايجابي تكلمنا على طريقة تعزيز تبادل الخبرات في جميع ما يهم النقل والتنقل هما لهم اهتمام كبير بالطبع بالمشاريع الكبرى خاصة تلك المتعليقة بسيكات الحديدية التي نحن على صدد اطلاقها تحت رعاية وتبعا التوجيهات السامية دي لسيدنا الله يمسرو كما أبلغ عبدالجليل نظيره الكورية عن رغبته في مشاركة كوريا الجنوبية على مستوى رفيع في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينظمه المغرب بمراكشة في فبراير الفين وخمس وعشرين عبرت له أيضا على الاهتمام اللي عندي بالنسبة للسلامة الطرقية وبعدد المدينة الأخرى وطلبته باش يجي ان شاء الله المراكش شهر فبراير المقبل باش يواكب معنا لكاتخيام كونفيرانس مونديال دو سيكوري تيرو تيرو دي غادي تكون في مدينة مراكش ان شاء الله من جانبه أكد المسؤول الكوري استعداد بلاده لتقاسم الخبرات الكورية مع المغرب في مجالات الصناعة والبنية التحتية للسكك الحديدية خاصة نقل المهارات في مجال الصيانة والبنيات التحتية للسكك الحديدية بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية أتيت لأناقش تعزيز التعاون بين كوريا والمغرب خصوصا في مجال حركة السكك الحديدية والسلامة المرورية كان اجتماع اليوم مثمرا جدا وجيدا للغاية أنا راضي جدا عن نتيجة اجتماع اليوم شكرا جزيلا كما دعا الوزير الكوري نظيره المغربية عبد الجليل لمشاركة المملكة المغربية في مؤتمر التعاون في مجال البنية التحتية المنظم من طرف بلاده والمزمع عقده في شتمبر 2024 في سيول بكوريا الجنوبية كما تباحث الوزير محمد عبد الجليل بعد ذلك في جلسة عمل ثانية جمعته بوزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حنية الذي كان برفقة سفير دولة لبنان في الرباط صبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وأشاد الطرفان بتميز علاقات الصداقة والأخوة التي تربط بين البلدين كما أعرب عن رغبتهما في تعزيز هذه الروابط خاصة في قطاع النقل وأوضح المسؤول اللبناني رغبة بلاده في إعادة فتح الخط الجوي بين المغرب ولبنان وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الجوي أول شيء أنا سعت بلقاء مع علي الوزير في وزارة النقل واللوجستيك المغربية بطبيعة الحال نحن نتشكر مع علي والمملكة المغربية على حسن الاستقلبين وحسن تنظيم الاجتماعات المنظمة العربية للطران المدني كمان أنا بتشكر المملكة المغربية باسم الشعب اللبناني على ما قدمته إثر انفجار مرفق بيروت بالعام 2020 المملكة المغربية بعد الانفجار قدمت الكثير للبنان وبالتالي واجب علينا كشعب اللبناني أن نتشكر المملكة المغربية اللي كانت قامت بعملها بناء على توجيهات جلالة الملك أضف إلى ذلك كمان نقاشنا مع علي سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل قطاع النقل ما بين المملكة المغربية وجمهورية اللبنانية من خلال تسيير رحلات الطيران ما بين مطار رفيق الحرير الدولي بيروت والمطارات في المملكة المغربية مطار الرباط أضف إلى ذلك نقاشنا موضوع قطاع النقل البحر وإن شاء الله كمان بطبيعة الحال دعوة مفتوحة لمعالية والفريق بزارة النقل لزيارتنا في لبنان لحتى نعزز النقاش أكتر ونوصل لقوانات مشتركة ضمن مصالح البلدين وفقا لقوانين كل بلد على حدا كما بحث المسؤولان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال البحري للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي واتفق الوزيران في ختام المباحثات على العمل المشترك لتطوير الكفاءات في البلدين في مجالات النقل واللوجستيك واختتم الوزير محمد عبدالجليل سلسلة اجتماعاته رفيعة المستوى بمحادثات مع داتوك حجي هاسبي بن حبيب الله نائب وزير النقل الماليزي الذي كان مرفوقا بوفد دبلوماسي على رأسه سفير ماليزيا بالرباط وتباحث الوزيران خلال هذا الاجتماع فرص تعزيز التعاون الفني في مجال النقل بالاضافة الى مناقشة امكانية وضع اطار للتعاون الفني بين البلدين يروم تبادل الخبرات والتجارب في مجال الطيران المدني والتدريب الجوية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بادئ ذيبد اود ان اشكر الحكومة في المملكة المغربية وخاصة سعادة الوزير هنا على قبول وفدي لزيارة سعادته وقد ناقشنا ايضا قضايا مهمة جدا تتعلق بالنقل وانا متأكد ان شاء الله انها ستكون مفيدة جدا للبلدين من حيث النقل وايضا بخصوص زيارتنا هنا فهي في اطار الجمعية العامة العشرين لهذه المنظمة اكاو كما اتيحت لنا الفرصة نحن ماليزيا لاداء ارائنا والقاء كلمة خلال الجمعية ثم الحمد لله ندعم بعضنا البعض خاصة تحت مظلة منظمة الطيران المدني العربي اكاو نحن ندعم بعضنا البعض لنصبح عضوا في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني اكاو ان شاء الله العام المقبل لذا ان شاء الله مع التعاون تحت مظلة الدول العربية والمغرب نحن ندعم بعضنا البعض حتى نتمكن من ان نكون معا في المجلس ان شاء الله وكما لدينا علاقة اخوة طويلة الامد بين ماليزيا والمغرب نود ايضا ان نعبر عن امامينا وتعزينا للملك محمد السالس لوفاة والدته العزيز للا لطيفة رحمها اللا في نهاية هذا الاجتماع عبر عبدالجليل عن رغبته في الاستفادة من تجربة ماليزيا في مجال السلامة الطرقية من خلال اقامة تعاون فني بين الوكالتين المسؤولتين عن السلامة الطرقية في البلدين كما دع عبدالجليل نظيره الى المشاركة الفعالة في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد في مراكشة في فبراير الفين وخمسا وعشرين اشتركوا في القناة